فوجينا بعد المباراة الاهلي قدى حوالي 7-8 يام اجازة من بعد الماتش والزمالك 7-8 يام اجازة وبعد كده عندنا ماتش بعد ايه باسبوع ماتشين في تصفيات امم افريقيا هل ده صح يعني هل ده صح المنتخب مصر هل حسام حسن واللعيبة جياله واخد اسبوع 8 يام راحة هل ده صح للفرمة صح للأكل للشرب لللاعب يعني ولا تشاف ايه لا هي لو راحة سلبية هتبقى مشكلة يعني ممكن يبقى اللعيب يعمل تمرين حاجات جيم صغيرة جاري مش عارف ايه محافظ شوية على الكلام ده اللعيب هو اللي هيعمل اه بالظبط لكن لو ما عملش ما حاش يقوله حاجة لو راحة سلبية هتبقى مشكلة طبعا فعلا انا كابتن رابط بتفقد جزء كبير من حتة البدن بتاعتك وكمان ممكن نصام الاكل انا ممكن يرجعلك زاية كيلو زاية كيلو ونص صح؟ يعني هتبقى ليه لا مش هتوصل للدرجة اللعيب اللي ما بيتمرنش يا كابتن اللعيب بعد ما بيبطل كورة اول اسبوع زواية بيزيدوا 10 كيلو لا لا مش هتبقى ما توقعش تفهمت قصدي؟ لا اللعيب اللعيب بيبقى خايف اللعيب منتخب بيبقى خايف بيبقى عايزي بقى كويس مش هتوصل للحتة دي بس انت عدم التدريب حتى لو بتاكل قليل انت متعود على حرق معين طبعا عدم التدريب هيزودك الحل بالنسبة لي ان كابتن حسين يتوصل معهم ويبقى ليهم جزء تمرين اللعيب اللي راحة منتخب اللعيب اللي راحة منتخب على الاقل لان ده فترة 7 ايام او 8 ايام كتير كان فيه كلامة كابتن الشناوي الان يعني المنتخب الان على مستوى الشناوي وابتدت بقى كلام ان كولر هيعتمد على مستوى شبير الفترة اللي جاية وان حسين حسين الان وان احجازي مش هيرجع ورافت تماما حسين رجوعه شايف القصة دي ازاي انا شايف ان القصة دايما الخسارة بتطلع عليك مشاكل كتيرة جدا من ناس بديئة منك يعني انا لو ناس بديئة مش هيرجع هيطلعه علي ان هو بيف حصل وموك حسين حسين مقولش مركز عرفت منين ان حسين حسين خد قرار زي ده انت عرفت منين ان هو خد قرار ان هيستبعد الشناوي او هيستبعد امام او هيستبعد عرفت منين لا يمكن يكون اتكلم معك ده فيه كلام كمان ان هو بيفكر ما يضمش امام تمام انا اقصد ده انا كحسين حسين لانه مرة اللي فاتت تقيل ان هو يعني كأنه يعني ما تعرف ان هو تعور تمام مش يومين وما تكملش وعكا رجع فمش عارف انا انا كمدير فني منتخب مصر لو انا باخد قرار ده داخلي عندي انا هقول لحد لا يمكن لا يمكن لا مساعدت والله بترمي لا 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 بترمي كلام للصحفيين وبتاعة بتوصل يعني بتبقى بالونات كده اختباره بس يعني انا بشوفها ان هي حركة صراحة تبقى هتضرك انت اكتر لان انت اللعب ده هتلف لفتك وهتحتاجه انت شايف ان حجازي ممكن يرجع ولا خلاص اللي حصل لا مش يرجع مش يرجع عشان احنا عارفين حسين حسن وعارفين حجازي مازال محمد الشناوي والحرس الاول اه لا انا انا من اول موقف لما شبير مصطفى شبير لعب وقد بشكل كويس انا كنت مع استمرار مصطفى شبير والشناوي يستمر ان هو يبقى بيحويل ده ممكن يكون مصطفى شبير اساسي اه الموسطفى ما انا بقولك ده كان لازم يكمل يعني ده كان وجهة نظري من البداية لان شناوي لازم يحس ان في حد وراءه هل كان من الافضل ان محمد الشناوي يتباع في التوقيت ده بملايين الدولارات اللي عنده مثلا من السعودية لا لا خالص ليه يبقى موجودين الاثنين حصل كتير في نادي الاهل اللي كان في اثنين مين اعلى تقييم عندك في مطش القب اعلى تقييم لمين للعيبة الاهلي اهلي او زمالك احسن حد كان في المطش يعني بعد عواد طبعا هو ناصر منسي خدمة نوفزة مطش بس انا بكلمك عشان الجون وعشان ضربة الجزاء لكن انا بقولك من هو اعلى تقييم عبدالله السعيد مثلا هل ناصر ماهر هل مثلا حمز المثلوسي هل مثلا يعني ما كنت شاف في لعب بارز او في النادي الاهل ناصر ماهر وعبدالله السعيد ناصر ماهر هم اللي عملوا التفوق اه لان ناصر ماهر خلي بالك ناصر ماهر من اللعيب عبدالله مماز جدا عامل مطش عمر يعني لكن ناصر عنده ميزة رهيبة ناصر اللي تتفرج عليه وهو مش معكورة التحركات اللي هو بيخلقها خلي بالك اوقات التحرك بتاعك مش لازم تستلمها انا بخلق مساحة الفاضي وافتح مساحة الحلول تاني ودي ناصر كان مهمة جدا في المطش